يا جماعة معلش ما تشتغروناش يعني معلش بند ايه هو اللي موجوده شروط جزائية علشان خطر احنا لو ما صورناش الاعلان هندفع شرط جزائي اصلحنا لو ما عملناش مش عارفة كزا هندفع مش عارفة ايه الكلام ده يا جماعة قسما بالله العظيم والله هو اه بيبقى محتوط طبعا فيه شروط جزائية بس قدامها في حاجة اسمها ظروف قهرية موجودة في كل العقود كل العقود ممكن فعلا يكون فيه مثلا نجمة او نجم ماضي مع شركة خمس سنين وثلاث سنين مع ان مثلا في الاعلان الاخير اللي حصل فيه مشكلة كان فيه نجوم مش شفناهمش اصلا مع الشركة دي قبل كده طب هما ازاي ماضيين خمس سنين وثلاث سنين وهم اصلا اول اعلان ديهم او اول مرة ليهم يشتغلوا في حاجة زي كده اول مرة ليهم مع البراند ده او غيره على فكرة انا طبعا ما بقصدش حد معين هما على راسي وزميلي وحبيبي واخواتي بس معلش ما تطلعش تجذب بس معلش ما تشتغلش الناس بس معلش مش وقت خلص اشتغلات بس معلش قول انا كده وزا كان عجبكم او ما تتكلمش لكن تضحك على عقل الناس لا تعودوا يعني مفيش غير عندكم الحجة بتاعت اصل فيه شرط جزائي لا انا مش مصدقة انا مش مصدقة ليه بقى؟ دلوقتي حضرتك كل عقد في الحياة حتى والله العظيم وانا بمضي عقد شقتي عشان استلمها اللي هي بتتبني تمام؟ بيبقى فيه عقد فيه بند في العقد في عقد عقدنا جميعا عقد المسلسلات عقد الافلام عقد كل الشغل فيه بند في العقد بيقول لو لا قدر الله لم يتم عمل هذا الانتاج ده تمام؟ لو ما انتاجناهوش لظروف قهرية مش هيكون فيه اي حد مننا يدي للتاني اي شرط جزائي لظروف قهرية الظروف القهرية دي كلها موجودة حروب زلازل براكين كوالس طبعية اي اي حاجة قهرية واللي بيحصل ظروف قهرية اللي بيحصل ظروف قهرية يعني لو حضرتك قدام اي محكمة في العالم كلها والبند ده طلع قصاد اي قاضي اتقلو هو اللي بيحصل ده ظروف قهرية ولا لا اظن ان القاضي هيقول اه ظروف قهرية فمعلش ما تتحججوش 24 ساعة بفكرة اصلحنا ماضينا على شروط جزائية لا ده مش حقيقي ده مش حقيقي لان في منكم ناس اول مرة تعمل الاعلانات دي وفي منكم ناس اول مرة تشتغل مع البرانز دي من امتى يعني ايه ماضيين بقى لكم خمس سنين انت كنتوا فين الخمس سنين اللي فاتوا ما شفناش اعلانات ليكم ما شفناش الشغل ده ليكم قبل كده وقسما بالله قسما بالله قسما بالله علشان بس ما حدش يزايد ويقول لي يا رندا اصلي في الكمنتات عشان كنت كاتبة بوست مبارح في الكمنتات بيتقال لي ايه بقى امهو اصلي انتي لو اتعرض بقول لكم ايه انا بمثل من سنة 98 اتعرض علي حاجات ضد ايماني ضد مبادئي ضد معتقداتي ضد الحاجات اللي انا اقدر اقدمها تمام وكانت ممكن تفرق فرق كبير جدا في حياتي الفنية وحياتي المادية تمام وما قبلتهاش فانا مش النهاردة هاختبر نفسي يعني انا خلاص عد علي العمر وعد علي كل الاختبارات اللي ممكن اختبر نفسي فيها عشان لما اجي اطلع وبعدين كلن يرى الناس بعينه يعني كل واحد بيشوف البني ادم بطريقته بطريقته هو مش بطريقتي انا يعني اللي كاتبلي لأ ما انت قصتك لو تعرض عليكي الملايين دي عشان تقدمي المحتوى ده كنت وفقتي حضرتك بتقول كده عشان انت حطت نفسك مكاني وتخيلت ان انا كنت هوافق وتخيلت ان انا كنت هوافق لان انت حطت نفسك مكاني فانت وفقت في خيالك فتخيلت ان انا هوافق في حديث عن الرسول بيقول هل شققتم عن قلوبهم كان تساؤل هل شققتم عن قلبي هل تعرفوا ان انا لو تعرض علي حاجة ضد مبادئي ومعتقداتي واماني هوافق عليها انا والله 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 لولا ان اصحاب هذه الافلام ناس مش موجودة في عالمنا دلوقتي رحلوا عن عالمنا كان زماني ده بالعكس بقى ده والله العظيم كان زماني قلت حاجات وكان زماني اتكلمت عن كمية اعمال فنية انا رفضتها عشان مشاهد فيها انا مش هعرف اقدمها ومش هقدر انها تبقى منوجودة في تاريخي وكان شغلي في دعم وكان شغلي فيه فلوس وكان شغلي فيه يعني السيت والغنى اللي اتنين تمام وقسما بالله العظيم ما وفقتش علشان خاطر ما بدقي وعشان خاطر انا مش هوافق وعلى فكرة اكبر راس في المخرجين بتوع بلدك اكبر اكبر حد اهم حد اعلى اسم مخرج في بلدك اعلى اسم مخرج في بلدك رفضت له تلت افلام ورا بعض في تلت سنين ورا بعض عشان خاطر انا مقدرش اقدم النواية دي من الافلام كنت ساعتها في نفس اللحظة هتحط في حتة تانية تماما كنت ساعتها هلف العالم كله بجوائز هلف العالم كله في مهرجانات علشان اشتغلت مع المخرج وقسما والرجل اللي انا بحبه يعني انا كفاية اصلا عندي ان هو شاريني لدرجة ان هو تلت مرات يبعث لي افلامه كلها وانا اللي مش وافق فانا ان هو يشتريني بالشكل ده انا على المستوى الشخصي احترمته على المستوى العملي ما بطفرجش على افلامه عشان خاطر احترام ان هو طلبني روحت له لغاية عنده التلت مرات اعتذرت له في مكتبه التلت مرات قال علي مجنونة في وشي عشان برفض شغل فانت انت حطيت نفسك مكاني ووافقت وتخيلت ان انت هتوافق لكن انا 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 ما كنتش هوافق مش كل الناس بتعمل كده شكرا دول بس كانوا كلمتين يعني محشورين في زوري زي ما بيقولوا وما كنتش قادرة اسكت اكتر من كده وانا شايفة ان الناس يعني يعني بيتكل بعقلهم الحلاوة يعني معلش يعني معلش سوري ما تستغبوش الجمهور بالمنظر ده عيد شكرا محشورين محشورين